مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد اليوم وموضوع اليوم هو كيف أدلك أو أعطيك برنامج للكتابة لمدة أسبوع هذا البرنامج الهدف منه أن تحترف الكتابة كيف احترف الكتابة يعني يا أستاذ مراد يعني كيف تكون جملة واحد كيف تربط جملة بجملة أخرى كيف تستخدم الآن الزمن الصحيح في كل جملة أيضا الفرق ما بين الجملة الإسمية والفعلية وغيرها هذا كله سنتحدث عنه في هذا البرنامج هذا البرنامج سأضع لك أنا في الوصف أسفل الشاشة التي أمامك روابط الدروس السابقة بجانب درس اليوم اليوم أنا سأدلك كيف تكون جمل طيب يا أستاذ مراد أنا حاب منك تعرفني أو تدلني كيف أكتب جملة وما هو المطلوب مني حتى أصبح جيد في الكتابة في الأول وقبل كل شيء أنت مطلوب منك number one أول شيء تعرف كيف تكتب sentence sentence يعني جملة هل أنت تعرف كيف تعمل جملة؟ واحد يقول نعم واحد يقول لا طيب الذي قال لا خلاص خلصنا منه الذي قال نعم أريد أن أسألك هل تعرف الفرق بين أنواع الجمل؟ واحد يقول حدد لي أكثر يعني ماذا تقصد بأنواع الجمل يا أستاذ مراد؟ يعني هناك جملة للاستطاعة هناك جملة يوجد فيها اسم هناك جملة يوجد فيها صفة هناك جملة يعني تكون للمستقبل للمضارع البسيط للماضي هل أنت لديك معرفة وقدرة أن تفرق ما بين هذه الأنواع؟ لأنه إذا أنت قلت مثلا I am a doctor أنا doctor هذه جملة كما نقول نحن جملة اسمية لأنه يوجد فيها اسم هو الدكتور تستطيع أن تحولها إلى جملة فيها اسم وصفة أو تستطيع أن تقول I am مثلا good أنا جيد هذه جملة كما نقول باللغة العربية يعني صفة فيها صفة نستطيع أن ندمج الجملة هنا ونقول I am a good doctor أنا دكتور جيد عندك أيضا جملة أخرى مثلا I play football هذه الجملة تختلف عن الجملة التالية وهي I am playing football هذه أنا ألعب من عادتي كل يوم وهذه I am playing أنا ألعب الآن وهذه الجملة I can أنا بمقدوري أن ألعب I can play football وهذه I could أنا استطعت من I play I can I can I could أنا استطعت هنا الجملة I might هذه الجملة تعني من المحتمل I might play football لا بد أن تعرف أنواع الجمل يعني المستقبل I will play football أو I am going to play football هذه جملة أخرى هل تعرف تفرغ ما بين هذه الجملة ومتى تستقدمها؟ الذي يقول لا أنا ما زلت حقيقة الآن أنت ذكرت بعض الجمل أعرفها وبعض الجمل لا أعرفها الحقيقة أنه أفضل أن تعرفها قبل أن تبدأ في عملية الجمل لا بأس أن تبدأ بجمل بسيطة يعني إذا أنت حتى تعرف مثلا أن أفترض إلى هنا يعني حتى لو تستطيع أن تعرف إلى هنا هذه المجموعة كافية أن تساعدك أن تبدأ في كتابة أو تكوين الجمل طيب يا أستاذ مراد إذن هذه تكوين الجمل التي تحدثت عنها الخطوة الثانية الخطوة الثانية بسيطة جدا لو استطعت أنت أن تتقن المرحلة الأولى يعني لو أنت تتقنت مثلا نفترض جميع أنواع الجمل الإسمية في عندك جملة تملك أنا ممكن لم أذكرها I have أنا عندي a car أنا عندي سيارة I have a book البعض يقول يبدأ عن الصبورة طيب أنت الآن كما لاحظت إذا تعرف أنواع الجمل هذه تمليك وهذه أنا أكون وهذه أنا أكون دكتور هذه فيها صفة وهذه أنا صفة وإسم وهذه فعل أنا ألعب وهذه أنا ألعب الآن وهذه أنا أستطيع وهذه أنا أستطعت وهذه من المحتمل يعني الإحتمالية كلما تريد أن تقول أنا من المحتول أو ربما تقول I might go أقد أذهب I might go to London I will play I am going to play إذا عرفت تكوين هذا الجمل الخطوة التالية ستصبح سهلة جدا وهي أنك تربط link linking أو نسميها join 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 يعني ربط join sentences يعني عندما تربط الجمل مع بعض ستكون العملية بسيطة جدا هناك أدوات ربط الجمل حقيقة كثيرة لكن أنت مبدئيا تحتاج أن تعرف أنه مثلا تربط ببات لكن بكوز لأن سو لذلك عندنا أيضا هو الذي الرجل الذي يشترى المنزل ذات أيضا الذي ويتش هذه كلها أدوات ربط العملية بسيطة فقط اتقن تكوين الجملة ثم ستضع أدوات الربط في الوسط يعني الجملة ستأتي قبل هذه جملة وبعد البات جملة قبل البيكوز جملة وبعد البيكوز جملة يعني فقط اتقن أنت تكوين الجمل فإذا أتقنت تكوين الجمل سيصبح من السهل جدا عليك أنك تربط الجمل بعد كذا المرحلة الثالثة من كتابة الكتابة في اللغة الإنجليزية هو أنت كونت جملة ربطت الجمل الآن كيف تكتب paragraph وهذا أمر بسيط جدا الparagraph هو عادة ما يطلب من الناس في كثير من الأحيان في المدارس في الجامعات في التوبل في الآيلز يكتب paragraph عن الموضوع الفلاني كتابة الparagraph هي عملية بسيطة هي خليط ما بين number one و number two يعني أنك تكتب جمل وتكتب جمل مربوطة الparagraph هو عبارة عن قطعة يعني مجموعة من الجمل جملة 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 وتنتهي هذا هو الparagraph فلذلك يقول لك paragraph one paragraph two المرحلة الأخيرة اللي هو l-essay l-essay وهذه مرحلة متقدمة تكتب يسمى المقالة يعني المقالة هي مجموعة من الparagraphات والparagraphات هي مجموعة من الجمل المربوطة أو الجمل المفردة ما أريد أن أقول لك سأضع لك أنا روابط روابط لدروس تتقن فيها أنت الكتابة في فترة بسيطة جدا كما أخبرتك يعني ستكون أنت لديك المقدرة أن تتقن الكتابة وسأبدأ معك أنا من تكوين الجمل كيف تكتب عن نفسك كيف تكتب عن والدك كيف تكتب عن والدتك عن منزلك كيف تكتب عن اللغة الإنجليزية مواضع وسأكون معاك حبة حبة أنا عندي فيديوهات قديمة أنزلتها وسأضع لك إياها في الروابط في الوصف واحد يقول لي أين هو الوصف هذا تبعك أسفل الشاشة التي أمامك ستجد هذه الشاشة ستجد هنا سهم تضغط على السهم ستظهر لك روابط الدروس أعتقد إن شاء الله سيكون هذا البرنامج كفيل جدا وممتاز ومفيد جدا لك أن تتقن الكتابة في فترة بسيطة جدا إذا لديكم أي اقتراح أو أي تعليقات اكتبوا لي والذي يريد نشاية فيديوهاتي في القناة الثانية لأن قمتنا بدمج دروس المستويات الأول والثاني والثالث في قناة جديدة وضعتها للدمج الدروس حتى لا يهتوها الطالب للبحث عن الدروس كما يحصل الآن سأضع لك روابط وغيره القناة الثانية قمتنا بدمج دروس كثيرة اكتبوا لي في التعليقات ما هو رأيكم ولا تنسى أن تشارك الفيديو مع غيرك وادخل على القناة الثانية شوف هل تفيدك أو لا وربنا يوفقكم جميعا جود لك حظا موفقنا صبر أمامكم تأكد من موضوع الجمل كما أخبرتكم ويعرف هل أنت قادر والذي يقول طب يا أستاذ مراد قبل أن تذهب يعني أين أجد هذه الجمل يعني آي هذه موجودة عندي في المستوى الأول أنا تحدثت عن الاستطاعة وتملك والصفات والمضارع البسيط أين هي دروس المستوى الأول سأضع لك إياها أيضا في الوصف خلاص سأضع لك دروس المستوى الأول وسوف أضع لك دروس الكتابة فستضرب عصفرين بحجر واحد وهو أن تعرف تكوين الجمل اتقنها ثم انتقل إلى كتابة الجمل ثم إلى ربط الجمل ثم إلى كتابة البراغراف والمقالة هي مرحلة متقدمة لكن إذا وصلت إليها خلاص هذه هي تقريبا كل ما تريد أن تصل إليه في الكتابة في اللغة الإنجليزية أتمنى لكم التوفيق والنجاح جود لك حظا موفقا و سي يو سو لا تسعوا الاشتراك والإعجاب إذا عجبكم الفيديو اضغطوا الإعجاب و شكرا لكم مع سلامة الله جود لك حظا موفقا مع سلامة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر